أنا وديت الطرق في مسألة القمة الخليجية بالنسبة لبيان الشباب أنا أعتبرها خطوة جيدة من أمير قطر وخطوة جيدة من دولة قطر وخطوة جديدة لفتح اليد أو فتح باب التعامل مع الشباب خصوصاً كما ذكروا الشباب في خطابهم بأن الشباب يمثلون بالنسبة لدول الخليج أكثر من 60% طبعاً وفي الكويت أكثر من 65% فالاهتمام بالشباب ورعاية الشباب وإعطاء الشباب دورهم أنا أعتبرها ابتدأت في قمة قطر الحالية وأتمنى أن تستمر هناك نقطة مهمة ذكروها الشباب في خطابهم إلى القادة حطونا عليهم ناكم فلا مستقبل بلا شباب وأنا أختصر هذا الخطاب أو هذا البيان بهذه الكلمات